ايه زيكم النهاردة هنبتدي تحدي جديد من تحديات الاسبوع على فكرة تحدي صعب مش سحل كل فترة كده لما بلاقي وزني زياد شوية وبياكل بقى الحاجات براحتي وبخرج وبزود السكر في الشاي والقهوة وعصاير وحاجات زي كده لما بقفش نفسي بالجرم المشهود بفكر واقول طب اعمل ايه الاسبوع الجاي عشان اقلل شوية من الكالوريز اللي انا بخدها على مدار اليوم وبختار حاجة واحدة واقفها او اقللها الاسبوع ده هو السكر هحاول اقلل السكر انا عندي ستيفيا ستيفيا ده سكر طبيعي مش زي السكرين السكرين توتالي سنستيك صناعي ولهمة شكله لكن ستيفيا احسن شوية مش احسن 100% بس احسن شوية فببدل لو مثلا كوباية القهوة بحط فيها معلقتين سكر بحط معلقة واحدة ونص معلقة ستيفيا عاملة بليلة برضو نفس الحكاية فالاسبوع ده هنحاول نقلل مع بعض السكر اللي بيتحط في كبيات الشاي والقهوة ده اسهل سكر وعادة في ناس كتير قوي 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 بتشرب قهوتها وشايها من غير سكر المشكلة بقى في السكر اللي في الحاجات التانية اللي في العصاير اللي في الحاجات اللي هي بنشتريها من السوبر ماركت متعلبة او متغلفة او بسكوتات او حلويات او حاجات زي كده نعمل ايه؟ نقلل الكمية يعني مثلا لو عاملين صانية بسبوسة واحنا عارفين هناخد خرطة واثنين وثلاثة واربعة لا هنقول احنا من صانية البسبوسة دي هاخد تلات قطع تقول لي التلات قطع دول اخدهم على تلات ايام اخد التلات قطع دول في يوم واحد اخد التلات قطع دول على ست ايام مش مشكلة بس من الاول من الاول هحدد انا مش هاكل من ده غير حد معين غير يعني قدر معين ونحاول نقلل ناخد بالنا كمان من الحاجات التانية اللي بنتناولها اللي فيها سكر زي البفسيحات والعصاير وناخد بالنا من المشروبات لان برضو المشروبات اللي بنشربها بتدخل لنا كالوريس كتير واحيانا ما بنحطهاش يعني في الاعتبار فهو ده تحدي الاسبوع هنحارب مع بعض الثمنة وزيادة الوزن لمدة اسبوع بان احنا هنقلل مدخول السكر في اكلنا على كافة الاسبوع ده اي حاجة فيها سكر هنحاول نقللها اشوفكو التحدي الجاي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة